أتكلم عن الحملة المغرضة ديت هل بسبب نجاحات النادي الأهلي المتتالية ولا هل بأن النادي الأهلي ماشي دلوقتي منفرد بقمة الدوري وهو الأقرب لقمة الدوري والحملة دي عايزة تتعمل عشان قابل طولة أفريقيا ولا إيه الأسباب بالضبط لا أهلي كبير الأهلي دايماً كبير والأهلي حتلاقي كل الناس بتحاول أنها تنهش فيه تحاول أنها تجراحه وتحاول أنها لأنه كبير ودايماً البطل كله عايز ينال منه يعني ودي خلي بالك قدر اللي بيشتغله في النادي الأهلي يعني أنا عايز أقول لك أنه جمهور النادي الأهلي متعود على كده وعارف كويس قوي أن ناديه نادي بطل وهو جمهور بطل والناس اللي بتشتغل في النادي الأهلي سواء لعبين أو مسؤولين أو مدربين فاهمين كويس قوي أن المكان ده مكان متعود على البطولة ومتعود أن كل الفرق أو ناس كتيرة جداً مش عايز أقول كل الناس لكن قطاع كبير بيحاول أنه هو يعني لما يحصل دروب أو يحصل حاجة بتلاقي البابانة فتحت وتلاقي البابانة فتحت زي ما احنا بنقول لكن أنا بقول أن النجاحات البطلات السيستم اللي ماشي بيه النادي الأهلي وما بيحاولش يغيره وماشي بيه رغم تغير الحاجات اللي حواليه وتغير الأجواء اللي حواليه إلى أن النادي الأهلي ليه سيستم وليه طريقة وليه قصص وليه مبادئ ماشي بيها فما بيغيرهاش وده سبب من أسباب نجاحه بالإضافة كمان أنه حتلاقي دايماً أن النادي الأهلي بيتعامل مع المشاكل اللي بتقابله أو بتقابل الرياضة المصرية أو الكورة المصرية بأسلوب مختلفة بطريقة مختلفة فعشان كده حتلاقي الناس إلى حد ما بصة عايزة زي ما قال الكابتن علاء حصل هزيمة المباراة اللي فاتت مباراة في الدوري عادية خالص مع الخصم طبعاً المنافس بتاعك التقليدي لكن في النهاية هي مباراة بتلت نقاط الدنيا قامل وانتقادات واسعة جداً على جميع المسؤولين وعلى جميع رغم أنها في النهاية مباراة الأهلي عودنا وإحنا كل الستوديو موجود لعب في النادي الأهلي ولبس فنلة النادي الأهلي وعارف كويس قوي أن دايماً لما بيحصل دروب أو بيحصل نتيجة سلبية في مباراة بيرجع النادي الأهلي أقوى والنادي الأهلي جمهوره ومسؤولينه وإعلامه وكل الناس اللي حواليه بتعرف تقف إزاي في المواقف اللي لما يكون النادي الأهلي حصل دروب ويرجع تاني أو هيرجع تاني أقوى من الأول فأنا بقول إنها مباراة عادية خالص بتحصل برشلونة لسه خسران من بايرن تمانية اتنين نتيجة يعني نتيجة العالم كله اتهزي لها لكن يبقى برشلونة هو برشلونة فاللي أنا عايز أقوله إن النادي الأهلي خسر مباراة لكن ما خسرش بطولة وحداً اللي قلناه في الستوديو المرة اللي فاتت وإن الاهلي خسر مباراة بتلت نقاط لكن ما خسرش بطولة هو متصدر بطولة وأحسن أرقام على جميع الفرق المباراة أقوى خط هجوم أقوى خط دفاع معدل تهديف غير عادي فأنا بقول ده قدر نادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي عارفين كده كويس جداً وعارفين إن دايماً بعد ما بيحصل دروب في مباراة يعني عارف أنت الفرق اللي بتيجي تلعب النادي الأهلي بعد خسره بتقولك ده النادي الأهلي ربنا يسطر علينا النادي الأهلي خسر للمباراة اللي فاتت فربنا يسطر علينا النهاردة هيعمله فينا إيه لأن الزعل دوت يعني إحنا طبعاً بنزعل بعد الغزيمة وبتاعة إنما الزعل ده بيبني على اللي جاي مظبوط مظبوط بتطلع بتطلع زعلك ده في المباراة القادمة فأنا حتى قلنا للستوديو اللي فاتت قلنا ربا درته النافعة جات في المباراة في الدوري لكن إحنا قدامنا مشوار بقى لمدة شهرهو تقريباً عشان نزبط المعدلات بتاعتنا ونزبط الأداء بتاعنا ونبدأ نرجع الناس المصابة وتبدأ تبني في الفرقة بتاعتك بحيث إن قدام مباراة الوداد في المغرب تبقى أنت في أعلى مستوى ليك من كل النواحي بقى سواء بدني سواء مهاري خططي زهني كل حاجة بس؟ إن شاء الله ربا كابتن سامة يمكن كان لنا لقاء ليلة مكشي القمة وإنت كنت متخاوض